اشتركوا في القناة 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 ورصلينا الأيمين يا سبيل المحفوين ورصلينا الأيمين بل شارم الشرينا اللي باعي عباداش اللي باعي عباداش اللي باعي عباداش ولدي عرضي يا عرضي ولدي عرضي يا عرضي يا سواء الحق يلفين اللي راح يعط ويوفي يوفي يا سواء الحق يلفين اللي راح يعط ويوفي ده اللي زن حيشيل وكتر والحور ما تنسلاش الحور ما تنسلاش والدي عرضي يا عرضي والدي يا عرضي يا عرضي والدي يا عرضي 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 ترجمة نانسي قنقر 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 وزي ما ساعدتك شايف المستشفى كلها تحت التأسيس ولسه ما كملتش اسمه ايه الدكتور ده؟ الدكتور فاضل موحي الدين وعلى فكرة ده من اشهر الاخصائيين في البلد امه عندها ايه؟ الدكتور قابل انها صار معصرية وحتتحسن ان شاء الله انا مش حايزك تقلق ده كل اللي حصل مش قادر اصدق ان ده حصل من سنتين سفرت وانا كل امل ان اشتغل واكسب واحوش علشان اسد الدين الارض ولما رجعت لا لقيت البيت ولا لقيت الارض وكمان لقيت امي عيانة ومش ده لانا بحاجة بكرة يا احمد كل شيء السلح بكرة ايه يا حنان انا في النهاردة مش فبكرة وبعدين حكاية ان امي باعت البيت والارض دي مش داخل دماغي ابدا ايه اللي خليها اتبيه بعد ما بعتلها طلغراف وقلتلها انا جايه معايا الفلوس ما اقول اتبيع يا حنان ويتبيع اللي ايه احمد انت دلوقتي محتاج للراحة علشان تعرف تفكر كويس وتشوفها تعمل ايه ارتاح ازاي بس يا حنان وفين ما البيت راح اسمع يا احمد انا البيت خالي موجود تقدر تععد فيه لحد ما اتبر امورك ما اقول يا حنان اعود في بيت خالي كفوسطة قيلته البيت موجود وما فوش حد خالي بيشتغل في مصر بقاله سنة ونص دلوقت ايوة بس ما بسش ولا حاجة انت هتقعد فيه وعلى ما تكون لك لقمة في الكافيتريا هيكون البيت اتمنت فتوطب يلا بقى يلا موسيقى 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 حكاية رجوع احمد مكنتش على البالة على الخاطر يعني رايك نعمل ايه الموضوع دا لازم ينتهي بسرعة ومن غير شوشرة سيب الموضوع دا علي أنا يا ساعة البيت المرحلة اللي احنا فيها دي أخطر المراحل الحفاءة بينتلي والعادة بكلها وصلت وأنا متوقع الرجل كبير يوصل في أي لحظة مش عايزه يجي يلاقي أي مشاكل فهمت أصدك يا بابا وكالعادة ما بتفوتكش أي حاجة بتخلي بيتنظف صعبك كتير ويكون جاهز لإستقبالك متشكل أوي يا حنان أنا مش عالف هقدر رد جميلك ده إزاي كده برضو يا حمد معنى كده إنك بتهمل تكريف بيني وبينك ده ماما تنصدت أولى ما عرفت إنك هتقعد فيه وراحت بنفسها توضى طهولك ده واجب يا حمد حد عبارنا اللي هنا مين دول يا حنان دول ناس أغراب عن البلد وطول ما انت منش هتشوف زيهم كتير بس عليهم رزالة وتقلي دم أيوة نعم إيه الحكاية بقلنا ساعتين قاعدين ومحد السائل فينا تحت عمركم طلباتكم إيه؟ طلباتنا ما فيه احترام للزباين اللي موجودة حاضر عندك إيه؟ مونتوا عارفين؟ كل حاج؟ زي؟ أكل الشاي أهوة حاجة ساعة كن حاجة؟ طب استاني لما أسأل الرجالة خلاص لما تسألهم أبا ورسي تاكل يا يا دونجل سمك بالشامونيز الشامونيز وإنت تاكل يا بوراي أكل لعصير قاصم اللي على ما لتيه ده باش أثور الزا تسيبينو وتمشي قبل ما نطلب؟ احنا زي اينا زي اي حد احنا اينا بفلوسنا طب وحدتك طلبت حاجة ولا اي ما جابتهاش وحتى لو طلبوا اللي يطلب يطلب بعدب يعني ايه؟ ما هي قالتلك انا بكلمها هي واجزوه بس مد الايد ما الطيب احسن اجري العب يا شاطر طب العباني الصيلة طال 3 ماي احيني عل ارگالة بواه continue يعمل فيكم كدا سنسلوا رگالة وواه هيا ارقلي ايه مكانته انتة ارقلي رجل يا شرا عاربين انا لو بص موجول قلت بس بس. يلا قدي يجري فاص باص نعمة كمشي. ضعجل رجالة وانا ده ما انت قول. ما انت قول اللي هصل لنا ده رجالة. هانقول ايه لابو النور احمد بن محمد يعمل فينا كده القلوه ايه لوحده. تستهلوا عشان يا مش معاكم. احمد 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 انا ملاش من السم الهاري ده شو ببيت حامل ازاي؟ ما بيش ده اعمل انه تلبيت المكوة زي ودول شرية رفاعة يخص والدتك سيغة وحاجات زي كده شلتها عندي بعد والدتك مراخلة المستشفى ما تنساش تنقل تنخصها باسمك وصلوا اخبارها ايه؟ بعد انت ما سفرت وانقطعت جواباتك ابوي افتكر انك مش راجع فاصرف نظر عن الموضوع وبعدين كزم بيه عرض عليه يخطب سلوى الابن ومنضوح ابو كافه؟ ايه اب بيهمه يتطمن على مصلحة بنته واتخطبت؟ اتقارت فتحتها انا مكنش في ايدي حاجة احمد انا كنت مشغول بالدراسة وتحديد الدكتوراه وسلوى كان رأيها ايه؟ اه اعترضت في الاول لكن استسلمت لرغبة ابويا بعد كده ايه ده بينه ترنك عن اذنك انا كمان مش اتا متغيبش علي підكتج ايه اack اشوفك يحمد يه؟ انا بش bekannt اشتركوا اشتركوا في القناة 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 بلدنا النهاردة يحمد فيها حاجات كتير غريبة من الصعب الوحدي فما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هتلاقيهم بيقولوا مش ممكن تكون باعد بس رياض قال انها باعد رياض فاعتها ما كانش في البلد طب ما الكل باع حتى بوكي ابويا ابويا يم باع يم تقتل تقتل؟ هايور ساسا من مجهول هما بيقولوا كده القتل عشان يسرقه وبويا راح والفلوس راحت مفتلش منا غير حتة العربية انا انا اني كنت جايه اسلم انا مش قلتلك مية مرة ما تغرجش من المشروع اللي بازت الوشأني كنت ايكا تابت ايكا احمد انا خايفة انت كمان خايفة دلوقتي بس فهمت ليه كل شيء في البلد بمااش مفهوم الخوف الخوف هو السلم ممكن اعرف بقى سعب عصبيتك دي ما انت عارفها كويس توصد يا مصول احمد اه الحبيب المنتظر نا ندوح يا حبيب مفيش ده للكلام ده احمد كان يصير ويرجع في يوم من الايام الشاب يسافر واشتغل ورجع بلده تاني بس ده مش اي شاب انا اسمعت كتير قوعا اللي كان بينكم قديك قلتها للسابق اللي كان واللي كان ده ممكن يرجع تاني مش كده ممضوح عايز اكتر من كده تحيرتني معاك ما انا معاك هو انا عايزك يا سلو عايز احس انك ليه ليه يا انا بس ما تفكرش في اي حد تاني غيري انا ما تنساش يا ممضوح اللي كان بيني لبين احمد مش ممكن يتناسي بالسهولة اللي انت متصورها دي اللي بينكم ده كان واه حب مراهقة مالوش اي معنى اذا كنتي بتحبيني بصحيح لازم تنسي المضادة كله بأسرع ما يمكن طب ممكن بقى انا اتكلمش في النوطو ده اكتر من كده استاذ احمد الحمد وللان انت جيب ايه في ايه لا بس رفضة تاخد الدواء ارجوك حاولة الدهر طبعا بيجي ايه يا ستي الكل اليول عبد تاخد الدواء الدواء هيخفيفك يا امي علشان خاطر ابنك علشان خاطر ابنك حبيبك ها ايه 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 ايش 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 شكرا احمد جاي سالم عليك احمد ازاك عمي بلتاجي سلام لك الله ينسف لي مكيام بركة اللي رجعت بالسلام شايفي احمد شايفي ازاك العمل فيه ايه انت راجل مؤمن عمي بلتاجي ان شاء الله ربنا هيش فيك وترجع زي الاول وحسن استاذ ريارد ايوه؟ المجرع اسحاب راتك سانيا عادة هنازنك بابك استانيا عادة هنمشي سارة اسمع يا احمد انا عمي بلتاجي لا دم اقول لك اللي في نفسي الارض اللي فبيت عمر فيها بعتقل كازمبيه بصبع عني راحت الارض راحت يحمل طب وبيعتي ايه عمي بلتاجي ما دمون كنتش راضي لا يعني كازمبيه كان بأثر عليها والفنوز عمت عليها وبرجو رجعوك للحق انا تعدت والارض محتاجة ليه معيها طب مرياض موجود اهو يا ابن عزور برضو يا ابني فرح بالفنوز زي حالاتي وكمان ملوش في الارض والفلاح ما تندمش على حاجة راحت يا عمي بلتاجي ما عندك حق يا ابن بس واسبت عني بس اسمع يا حمد ارضي انا بعتقى برضايا انما ارضيكو بلكو تنهبو امك مبعدش يا حمد انت متأكد كان اهوان عليها تموت ولا تفردش في حق التراب لازم تروح لقاظم وتواجه وحال احبه موسيقى 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 شوفي شفت الحلول كله بذلك أمكان لت док beings السلامة موسيقى السلامة اشتركوا في القناة 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 كلاب إيه اللي خلقت روحيناك كنت في أرضي إبقى لعنهم يا حمد دولناس ما بيرحموش هيقتلوك أنا من النهاردة اللي مش هرحمهم خصوصا ممدوح وش معنى ممدوح إنسان جبان ده السبب أيوه هو ده السبب خلاص ما بقاش فيه أسباب تانية كل اللي بيني وبينهم طرقهم أمي بس لقيت الباقي ما يستهلش توصد سلوى يعيب عرفت متأخر كنت عارفة أيوه سلوى بعيدني سلوى مش كل العالم يا عمد في اللي يشتريك وبالغالي بروحه تطيبة أوي حنان مش عارف من غير يكون تعمل إيه أهن اتفضل الله يزي تفضل كستاني اتفضل تعالى يا ديارك يا حارفة انا غير خيلي يا مطر يا باضي بطل بقشوة اصباب كده صحية متعدي انا هاديلك الدوى انان هوا الدوى ده تاخد منه مع الدوى كل ستت ساعات كبارك ماهرو سمعتين من عناية حاجر وفي ظرفي ميه هتبقى زي الفل بازاي الدول بيدوه لومك ما هي الدولة دي؟ مواضح من يوم اميشت على دول ده كده وهي في النازل تقصد ايه؟ اقصد ان الدول اللي بتاخده غلط حتى اسألها بنفسك ده هي بنفسها قالت لي لما روحت زلطها في المستشفى ان الدول اللي بتاخده بيتعبها موسيقى هيجو ها ها المهم انها تكون بتاخد الدول انت عارف صحتها غالي علي قدي؟ اتطمن يا كازم دي الدول بتاخده في مواعيده وبانتظامه وبعد عشر تيان بيت كتير هتبقى المرحومة بمحمد وهو ده اللي انا عايزه مع السلامة انا اسف المكالمة اضعت عليها الحديث ها كامل زي ما قلت لهادرتك الهفر مستمر وهننتهي منه الليلة دي اه افهم من كده ان بيننا وبين الهدف خطوة واحدة بالزابط هاد اتاخر؟ لا يا دوبا روح اسلم عليها وارجع على طول طيب سلمي على مام الله سلمي اشتركوا في القناة 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 بس أنا ساعد بحس إنه ما بيجددش عبد يا سلوان أنا الدنيا كلها ما تسويش عندي حاجة أنا كل بعمله في حياتي علشان أضمن مستقبلك وحياتك أنا تعبانة يا رياض تعبانة قول أنا الدنيا كلها ما تسويش عندي حاجة وصدق المزيدي أنا مستعد دعمل أي شيء علشان يشوف اللي بتسام على وجتك على طول رياض بتسمي يا سلوان بتسمي اشتركوا في القناة موسيقى اصلا كنوا في البيت بدوروا على حي لازم كنوا بدوروا على الدور احمد انا مبعدش الارض مبعدش ايو متأكد ايو الحقيقة احمد انا حاولت احمليها لكن مبعدش انا مره رحت المستشفى عشان ازورها ولقيتهم وقفيني مضوها وشافوني وقالت علقه مستني قاد وعودوني على شرب المخدرات لحد ما ادمنت وبقيت مسلوب الاراض ومن يوميات واني تحت رحمته لكن انا 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 هخليهم يندموا عليهم اللي جون فيه البلد ايو ابو فاس انت لازم تجي معايا البوليس وتقول كلنا اتحرفوا ايو بس اه ما تخافش واني ايه حقات من ايه يوم اتحرفوا ت المسمى م ؟ م هم اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلاً 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 فاتشوا المكان اهلاً اهلاً ممتوح اهلاً 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 ممتوح ممتوح محتاج لك ممتوح 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 اسماني ممتوح يوه واضح انك مش واثقة فيه واضح انك استاذ احنا من ساعة ما وصل وانتوش على معدك ممتوح يا حبيبي ماتفهميش غلط بلاش كسب يا سوا انا تأكدت ذلوقتي انه انا بس الي بحبك عن اسك ممتوح ممتوح انا بحبك ما عارف يعني ايه بحبك اشتركوا في القناة 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 ده اللي بقولك باي طريقة بروساسه من دوية احمد وفي بيته يعني احمد اللي حيوان فيها وبكده نبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد احنا قربنا من النهائي فعلا ونفسي تكون حسب ما احنا متوقعين كل شيء ماشي الهدلاتي حسب المسوم يا رجل الكبير عارف كل حاجة ايوه بس انا عايز الحيطة دي تنهد بسرعة عشان اشوف بعيني ايه اللي وراها كل شيء بقى وانو يا كذنبين بتستعجلش وهو مندوح عايزك ترحيله من مصر ليه يا سلمة علشان علشان انقل الجهاز اللي نفسي فيه يا باب لكن اخوكي كان موجود لما مندوح كلمك في التليفون من مصر لا طب مش تستني يا بنتي لما اخوكي يرجح وتقول ايه له عشان تعرفي رأيه رياضي يا بابا مش هيقول حاجة بالعكس ده هيفرح قوي لما يعرف السبب اللي خلاني اروح لممضوها رياضي يا بابا يهمه ساعدي وانا خلاص بقيت وريبة منها قوي ساني خايف يا بنتي لكل السعادة اللي انت حسها دي مجرد واحد لا يا بابا ابدا بالعكس انتصلك متعرفش ممضوح كويس انا انا عليك اريد خايف عليك اسم يا بابا ما تقلقش علي ابنتك عرفة كويس يبتعمل ايه واختبت مينه بابا بابا موحك دي ليلة فرعي وانت بتلبسني الطرحة باديك الحلوين دو بابا موحك عليك يا بنتي بابا موحك ساعدك يا سلام ايه كلام اللي بتقوله ده دكتور هي ايه دي الحقيقة مش ده الدو اللي انا كتبته لولدتك بس ده الدوال اللي بتدهولها في المستشفى ايه اللي يعني هيعالجوها انا مازاله طب الدوال ده بتاع ايه لحد ده ده وقت ما عرفش انا هبعطه المعمل يتحلي وحاول لك النتيجة انا هبعطه тут انا هبعطه خارجل Arجل انا هبعطه انا هبعطه انا هبعطه sunny انا نحنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكلنا عارفين ده وعشان كده انت هتحل محله بمجرد ما تخلص مهمته على كل حال انا تحت امركم المهم ان المشروع ينجح تلات ايام فات يا حنان انا مش قادر استحمل انا لازم اروح من نفس اجيب نتيجة تحيين من رياض يا حمد انت لسه تعبان وبصراحة انا خافة لكم رياض هو كمان مترائب الايام بتمر طويلة يا حنان مفيش اي خطوة لقدام تسيب الحكاية دي علي انا انا بكرا صفحة رفلي رياض واعرف منه كل حاج كل الايام الفرغة من النوع ده يا فنان وديهم المعمل خلاص يا محمود الراحة يا فنان قلتني للبلغ ده من مغهول ايو مم تانية انا عارقة اللى ما عارقة من ساعة 8 ممضوح ساعة 8 مش قلوقتي المعزون كان هنا الناس كلها كانت هنا وانت يا ممضوح انت ما كنتش موجود ليه نسيت 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 ايه الجواز الجواز يا ممضوح جواز ايه واهباب ايه واحنا عايشين زي الفن له انت عايزة ايه اكتر من كده عايزة الحلال عايزة اكون زوجة يعني هي الحكاية وقفت على الورقة والمقزون طبعا هباب الشرع وده اللي احنا متفقين عليه طيب انت بس ايه انت يسيبك من الكلام الفودي بتاعت ده تعالي ما تجرسنيش كان لازم افهم من الاول انك ده حكت عليك كلمتين حلوين وصدقتهم سلمتك بناسي وضحيت بكل حاجة عشان حبيتك مزاري الكبابة والمجتمع اللي انت مني طوب اكبر مني ما كانش ناسي ما صدهه ابدا كنا احمد احمد طب ما خلاص خليكي معاسي احمد بتاعك اهتوب من مقاسك لكن انا يا حبيبتي وما حب اتجاوز حتجاوز واحدة تغفعني الفوق مش انا اللي اغفحها واحدة من مستوايا واحدة ما سلمتش نفسك احمد 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 احم منضوح منضوح مت مت لا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه منقود دكتور فاضل هلو ايه يا دكتور بكل اسف يا احمد اتطرح ان الاقراز دي تعبار عن سلم بطيء بيرضي على حياة الانسان بعد فترة معينة من غير ما يطرق اي اثر في الجسم عموما انا بلغت البوليس فيه يا احمد زي ما قالك رياض بالزبط الدول اللي بيدوح لهم ياسمون احمد احمد رايح على فين راجع البلد احمد ده في خطر عليك وقول بلغت سينجليو بتعريك بطهمة ابو فريس لهمي يا حنان انا اقتروا لهمي احمد طب اجي معك حنان ارجوك انت تعملت معها كتير كفية كفية كل شيء بقى واضح بالنسبالنا حقيقة قتلى أبو فاس والسر اللي ورا المشروع الوهن مش ناس مدينة يا فندم غير أمر التحرك تقولوا شيئ جاهز المهار متكلم بالكم اتماهي يا فندم يا ربي لعبعدكم شكرا بيتولي يا ابو النور هرب منكم زي طب هاتو حنان معاكم واستنوا للغاية ما جي هيا وسعت البين أنا رياض أحمد هرب وممكن يبلغ البوليس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر افتحوا 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 السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 آه 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 ريا اسمد يا رياض رياض يسأله فيك رياض أنا، أنا كنت في مصر عند ممضوع طب معلش بعدين أحنا بتفادي بعدين إيه؟ بعدين يا رياض أنا بقولك أنا فرطة هورت تديري أول معلش شكلي دي شو الغاية مرجع؟ تقبت تقييم وقلت فرطة يا رياض اتأخرت لازم بجوء في المشروع بالوقت يا ريدي استنى عايز اقولك حاجة اتلك بعدين يا سألوا معنا بعدين يا رياض ما قلت انت ممضوح عدلتك احمد فيين رياض راح المشروع احمد احمد درجوك يحل مبسج ليش لوحدي انا اغلت انا عرف ان انا اغلت انا مستعدة اصلا امني اقتلت استنى يا رياض اتقتلت ها انا مقابل confort اكل الشيء تمام انا طلبنا الحاجات ونقال لنا قوي انا مقابل اوك رياض؟ العملية جاهزة يا رياض انت يا رياض بتشتغل مع المقرمين دول؟ ليه تتخلى عن آلك وناسك؟ ليه تتخلى عن أهرب الناس ليك؟ عشان ايه؟ مفيش دالك كلام ده دلوقتي هنتكلم مع بعض بعدين خليكي تاني جاهز الرجالة جاهز فيه ديوفي بولنا حاضي حسن برا عبر يازي عضل ولا كنتوري دي عبر يلا يلا انقلوك سورا ويتفتعوا ديكو تاخدوا لكم انه كويس يلا يلا لازم من دلوقتي الرجالة دول حياخدوا عامرهم من انا انت الجزيلت؟ انت اللي تدرك انت الرجل الكبير استغنع عن خدماتك انت وردت نفسك في حاجات مالهاش اي لازمة كانت حتضرها لعملية كلها انزل انت دلوقتي هنا هتعمل ايه؟ انزلي بس احمد وص البابا كويس انه جيب رجل ايه؟ الظروف كلها لصالحي انا هخلص عليكم دلوقتي ببندوقيته والرجالة برا هخلصوا عليها وبكده هتبني المسألة قدام الموليس انت ام شخصي انتو نهبتوا ارض امه وقتلتوها وهو اخد بطاره منكم انت انتهيت يا كزنبي انتو واقفين تتفرغوا علي عبو النور ما قالك انت خلاص احنا مع اللي جاي اهو امرك اشتركوا في القناة 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 احمد احمد ارمي سلاحك احمد بقول لك ارمي سلاحك احمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشفايدة في اللي بتاع بولي يا راوت بوليس موجود بسهلة تسلم نفسك وافر فصائحة لنفسك احب اللي بسلم نفسي هخلص عليكم وعليها وعليكم كلكم اشتركوا في القناة 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 يا صرور يا ريض صروري 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 توضي علي صروري يعفو إذا عادت سيكون يلمين سروري أنا معيد أنا عملت كلدي على جانك أنا لمليش عم ولا زوجة ولا حبيبة ولا بنت ولمش خفل أنا موتك بايدي أنا ممكن أدمر العالم كله وإنتي لها طرق عنادي احسني ممن grandi اججال اريد ان تكون لديه تستمعون لديه اشترك اماااااب امااااب ايها اماااب اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة